وأبداً ضربة البداية هي معا مقالي ومقاله السمصرة واللعبة القازرة وخلينا أقول لكم هي فعلاً ديرتيجيم أو اللعبة القازرة بالمعنى الحارف طب إحنا بقى وإحنا عايزين نقول المهنية بلاش كلمة القازرة واللعب عكس اللعب النظيف واللعب عكس اللعب النظيف واللعب عكس اللعب النظيف ليه بقى؟ لأن اللعب النظيف ده تعليمات من الفيفا إلعب لعب نظيف خرقها ديرتي خرق ديرتي أو مش ديرتي ما تخرقهاش طبعي هقول لك إيه المشكلة فين لأن اللعب النظيف بيتضمن السلامة المالية بيتضمن التصرفات التصرفات التعامل في مراحل القيد والتفاوض وكده كمان بيكلم في دور لوكالاء يا أستاذ إبراهيم هي ديما أنا عايز أناقشك باستفادة لأنه ده ما لعبه برضه ده ما لعب المهندس عاد لك يا خبير تسويق هقول لكم إيه المشكلة في المراحل الصعبة من بطولة الدوري وديكوا شايفين المنافسة على كل المراكز تقريبا تبصت لقوا فيه نشاط ملحوظ لوكالاء اللعبين والسامسرا المندوبين عنهم اللعب باستمرار في أزان اللعبة ولما يكون الأمور بتيجي قبل مباريات مهمة النادي ألف هيلعب النادي جيم تبصت لقى السمصار فلاني الفلاني والوكيل فلاني الفلاني اللي شغالين لصالح جيم فاجأة يروحوا مستدين كام لعيب مؤثر يقول له إلحق ده ألف عايزك ده كلموني عايزينك طب بالراحة عليهم شوية طب والنبي مش عارف ما تحرجنيش وتبصت لقوا فيه شكاوي كتير جدا تحت السطح الكروي من هذه الظاهرة ده كلام غير أخلاقي بالمرة كلام أنا هنقش المواند سعاد إذا كان ده أصلا من صميم عمل الوكلة ولا لأ أليات عمل الوكيل توقيت عمل الوكيل والمنهج اللي بيشتغل من خلاله لأنه المسائل فعلا على كل الأندية والكل المتنفسين إحنا في مرحلة حارجة جدا حفاظا على حقوق كل الأندية في المسابقة إنه المفروض يكون اللعب أنضف شوية من كده بص يا سيد إبراهيم لا تحدث إلا اتفقنا ومعنا دليل لكن الشوائد بتقول كده يعني إنت إذا كان هذا يحدث هنا بقى دور اتحاد الكرة اللي بنقوله استفيد مما يحدث على مستوى العالم ابتدي حاسب عناصر اللعبة حساب موضوعي وإحنا مقولكش يعني يعمل حاجة مش موضوعية لما ييجي النهاردة تشوف ميسي مثلا كاد أن يقترب أو هو قال كده أنا عايز أعود في برشلونة وبرشلونة قاله وإحنا عايزين يوعد معنا فجأة يطلع بيان يقولك يا خبرا بياد ده اللي يجي قال لنا المارجنج بتاع التعاقد بتاعك ما يخطيش التجديد ده قد يكون هذا حقيقي وقد لا يكون حقيقي لكن الحقيقي أنه استوند إلى هذا السبب نتيجة فيه نظام محطوط تكتشف منه ما يمنش دوافع ميسي إيه ودوافع لابورتا إيه لكن يا همني أن فيه قواعد قواعد حتى لم حب لابورتا أو ميسي يتنصلوا من اتفاقهم طبقوا على نفسه وقالوا مش هنقدر نختريق وميسي قالك أنا خفط نص الراتب إذن هناك من يراقب هذا الأمر إنت بقى كنت عارف كده فاتبح بحت عشان تهرب من إنك أنت فشلك فيه التجديد لميسي أو هو استنى لما أنت استنفست الحد المسموح به عشان ما تقدرش على ثمنه فيبقى عداني العيب أنا عايز أجي بس اللي جا بتقول لا وإحنا اللي اتنين بنعاية لكن في النهاية اللي جا بتقول لا فيه مرجن فيه حد ما تقدرش تعديه ولو كنت ميسي ولو كنت برشلونة حتى لو كنت ميسي حتى لو كنت ميسي بص احترام النظام قبليها وبعديها وقبل قبليها هناك أندية اتخصم منها نقاط لأن عليها التزامات لم تتسطع الوفاء بها وده يخالف اللعب المالي النظيف طبق عام والقواعد طبق عام تيجي تبص عندك هنا بتطبق على ناس وبتفوت لناس احنا عايزين القانون لما يطبق حد يطلع ولك اش معنى انت اللي بتحط نفسك في لحظة دائرة دائرة الضغط عليك انت اللي بتتطوع تعمل حلول تخالف القانون وما تعملاش للكل والاسماعلي النهاردة مش هتخاسم منه نقاط صحيح هتخاسم منه نقاط طيب اذا اتحاد الكرة مطالب مطالب باعمال قواعد اللعب النظيف وفي الحلال ما حاش حيلومه هو مطالب بكده لان اي حد حيشتكي على فكرة اي حد حيشتكي حيداول اللي احيانا قد تمث بعض فيه اسماع يقولك اتصل بيا فلال قد يكون هذا حقيقي وقد لا يكون حقيقي لكن حقق ايوا انت ما تجيش في اللحظات اللي احنا فيها فطرة ريبة رهيبة جدا وكل الصراعات قمة وقاع مرتبطة بلقاءات لو كلمت لعيب في الفطرة دي انت تخرق المساق اللعب النظيف سواء عن طريق وكيل او سواء عن طريق مسؤول لابد ان يكون اتحاد الكرة يتدخل وبمنطب قوة والاستاذ احمد مجاد عنده فرصة تاريخية ان يشتغل يشتغل بشكل قوي وهو بيقادي مزيد رسالة لانا قاو ما بيهمنيش اه اشتغل ادي الجدوة اللي حيبقى كده لا انا كمان حكام مصريين مفيش اجاد انت دخلت في ملفات صعبة اه ونف السح طب خش في الملفات الاصعب وانت بتقول انا مش هنزل الانتخابات ومش هتعين مش هقبل تعينات مدير تنفيذ عشان يقول لك ما هو طيب طالما انك انت متحرر من ضغوط اي حد يضغط عليك اعمل حاجة تاريخية واظبط اداء المنظومة خصوصا اذا كنت فيه نية تسلمها للجنة اه اه لجنة المحترفين اه ربطة الاندية المحترفين اه ربطة الاندية المحترفين سلمها لهم وهم متورطين في ان الراجل ده سلم لكم الجو منضبط ما هواش خايف على حال ما تقدرش لجنة الاندية المحترفين انها تتراجع عن عمل منضبط اصعب حاجة انك تبتدي اللي يعلق الجرس في رقبة القط دي اصعب حاجة لما بيتعلق كله بيبقى شجاع بعدين فارجو ان ده اه لكن هناك ايضا يا أستاذ ابراهيم مش بس انك تتصب بالاندية المنافسة انك تشوشر على لعيبة بتلعب في انديةها هو النهاردة دور الوكيل يطلع يقولك فلان مش هيقبل هذا وفلان هيقبل هذا مش ممكن ازاي انت اولا بتحرج اللعب بتاعك بتأثر على علاقته بجماهيره بتأثر على علاقته بزميله بتأثر على علاقته بالنديه بتأثر على فرصه اذا كان الناس هتعتمل عليه الفطرة الجاية خيجي واحد يقولك انتوا عايزين ترجعوا فلان لا ده عايز يلعب اساسي اضمنوا له انه حيلعب عشان يرجع او هو مش عايز يرجع علشان شغل سماسرة اه يعني انت لعيب مرشع ان يرجع اه وهو فرود واعد مثلا ومين النادي اللي بيضمن للاعيب المشاركة مفيش حاجة كده ولا يقدر حد ولا ميس يقدر يقوله طبعا اه اه فانت اما تيجي تطلع الكلام ده على السلام اللعب انت بتعمل ايه بتضغط على ندي وتحرق السقة اللي بينه بيننا دي عشان يقوله طبعا مع السلامة ايوا اللي هو عايزها بقى مع السلامة دي مين الوكيل الوكيل واللعب ممكن بس الوكيل بيلعب دور اصلا الوكيل ده مدير اعمال في الاخر ام ما هواش راجل بيجيب فرصة ياخد عموده ويتكل ام هو دوره ابعد من هذا وعلى فكرة ما بقاش فيه حاجة اسمها وكيل على مستوى العالم اه لكن احنا مصميم نشتغالها سماصرة اه ولما تشتغالها اه سماصرة تبقى بتشتغل لحسابك لوحدك ولا اللعيب يهمك ولا النادي يهمك اللعيب حيهمك طول ما هو بيعمل اللي انت عايزه عشان تاخد عمولتك منه لكن بتيدي مرحلة اللعيب لو فاء وعرف ان مصلحته مش في كده حتصطدم بيه مين ينظم دي اتحاد الاتحاد اذا اتحاد الكورة علي مسؤوليها الفطرة القادمة في كل القضايا اللي حضرتك اذا اكتر من كورة سخنة جدا المهندسة عادلة طب جيانا هنخليها المهندة لفقرتها الى ملعب اتحاد